موسيقى في حاجة ولا ايه؟ اه في حاجة ايه؟ هتفضل بصص في التليفون يعني مش تتكلم معي شوية ولا ايه؟ كل ده مستنىك تفتح كلام وانت ولا الهوا فيعني لازم انا اللي تتكلم ايه؟ عدى اسبوعين يا صفوت بدل اسبوع اللي انت طلبته مني ولا شفت حاجة في الشغل ولا في اي حاجة طيب ايه؟ هنفضل مكملين كده إلى ملا نهاية؟ باشتغل يا سيدي باشتغل والله ما لازم الحاجة تاخد وقتها عشان تطلع مستوية مش نص السوى؟ وإن لي مستوية مش نص السوى؟ احنا وقفين مستنين سنية مكرونة قدام الفورد؟ ده شغل يا صفوت وعيز اشوف نتيجته فيه ايه؟ اه ده احنا هنبدأ نتريع بقى ونستخف دم منه والله حق ان انا اتطمن يا صفو طب على فكرة بقى انت كده جبتي اخرك معايا يا بنت الناس انا؟ دي تاني مرة تقولي لي يا صفوت مش يا صفصف كل شوية دلدائي في الكيميا وانا للمها هلاك كده ستوب بقى كفاية وانت بتتكلم بجد ولا بتهزر ولا ايه؟ ايه اللي دخلي ده في الهزار في الدلع في دلدائتي الكيميا في الزغزغة انا بتكلم في شغل ما ترد علي من شغلك لو انت معندكش حاجة تقولها دي حاجة تانية لا انا مش هستحمل انك تخوينيني كل شوية وحزرتك اكتر من مرة على فكرة انت على فكرة لو شفتيني بسرائك بعنكي مفروض تتكديب بعنكي وتصدقيني انا وتعصي خفايتي لا والله او الله واضح ان التخوين على فكرة طبع فيك لا لا ده هيبقى صعب جدا لو كده يبقى كل واحد فينا بقى يشوف حاله ويشوف طريقه احسن انت بتهددني يا صفوت هو اللي تاني اه تاني انت عمال كل شوية تشاولي كده هو احنا في ايه ولا في ايه انا جلاتي باكلمك في الشغل ما ترد علي من الشغل انت بتتلكك بقى دي حاجة تانية انا لا بتلككلك ولا بتتلككيلي دي اخر مرة تشوفيني فيها يا سامي والمشروع اللي مش عاجبك ده هتندمي لما تشوفه بيطلع للنور وهتندمي ان احنا مش مع بعض السلام يا ساميه